اهلا وسهلا بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم النهاردة عن موضوع جديد بعنوان الهكسوس غزى الهكسوس مصر بطريقة سلمية وبطريقة تدريجية في اواخر الدولة الوسطى في القرن السابع عشر قبل الميلاد بدأ الهكسوس في الدخول الى مصر دخلوا باعداد كبيرة عبر شبه جزيرة سيناع وكانت مصر في هذا الوقت تعاني من اضطرابات سياسية ومجاعات وانتشار للاوبئة وضعف اقتصادي وعسكري لم يتم التصدي من قبل المصريين للهكسوس لانهم دخلوا مصر كمهاجرين ولاجئين في سورة اسر وعائلات يعني لم يدخلوا مصر كغزى او كمحاربين واتخذ الهكسوس مدينة اواريس عاصمة لملكهم تقع مدينة اواريس في شرق الدلتا في محافظة الشرقية حاليا نظر المصريين الى الهكسوس على انهم غزاء اجانب ودخلاء ولا يحق لهم الوجود داخل مصر واستمر الهكسوس في الاندماج مع المجتمع المصري والسيطرة على البلاد تحول الهكسوس بمرور الوقت الى مركز قوى وبدأوا بالفعل في التدخل في الشأن السياسي للبلاد واستطاعوا ان يحكموا مصر كوزراء ومستشارين وبدأوا كذلك في التوسع شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حتى استطاعوا ان يسيطروا على جزء كبير من مساحة مصر ومع ازدياد نفوزهم وسيطرتهم على مناطق الدلتا وعلى شمال مصر وسيطرتهم كذلك على شبه جزيرة سيناء من ناحية الشرق اعلن الهكسوس عن انشاء دولتهم المصفقلة في شمال مصر واتخذوا من مدينة اواريس في شرق الدلتا عاصمة لهم لم تتعرض مصر قبل دخول الهكسوس الى الغزو بمعنى ان مصر ما تعرضتش قبل الهكسوس من غزو اي شعوب اخرى ولهذا كانت سيطرة الهكسوس على شمال مصر وشبه جزيرة سيناء صدمة كبيرة للمصريين كان المصريين بيعتقدوا ان الشعوب المحيطة بيهم شعوب بدوية متخلفة ضعيفة لا تمتلك حضارة متطورة يعني الحضارة بتاعة الشعوب الاخرى ما كانتش متطورة زي الحضارة المصرية بل كانت حضارة بدوية متخلفة ضعيفة وبالتالي كان المصريين ما لا تصورون ان الشعوب الاخرى لا تشكل اي خطر على مصر او اي تهديد حقيقي للدولة المصرية ولكن الهكسوس ادروا في غفلة من الزمن ان يغزوا مصر سلميا وان يسيطروا على نصفها الشمالي والشرقي بالكامل كم المصريين بيطلقوا على شعب الهكسوس اللي فرض سيطرتوا على جزء كبير من مصر وخاصة لما اصبح ليهم حكم وملك او ملك يسيطر عليهم سموهم المصريين بقى باسم حكا خاسوت وهي كلمة مصرية قديمة معناها الملوك الرعاة او البدو الرعاة بمرور الزمن تحول اسم حكا خاسوت الى كلمة الهكسوس وتعايش المصريين مع الامر الواقع وانقسمت مصر الى جزئين جزء شمالي وجزء شرقي هذا الجزء الشمالي والشرقي كمان كان بيسيطر علي الهكسوس اما الجزء الجنوبي او ما يسمى مصر العليا فكان الجزء الجنوبي او مصر العليا ده تحت سيطرة المصريين وكانت العاصمة هناك هي طيبة او الاكسر حاليا اسس الهكسوس دولتهم وسيطرتهم على الجزء الشمالي والشرقي للبلاد في عصر الاسرة الخمستاشر وفضلت العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة سلمية واستمرت العلاقة دي المدة تزيد على المائة عام ولكن في عهد الاسرة السبعتاشر المصرية اللي كانت بتحكم من جنوب مصر من طيبة او الاكسر حاليا حصل اول صدام عسكري بين المصريين والهكسوس السؤال دلوقتي ايه السبب في الصدام العسكري بين المصريين والهكسوس رغم انهم كانوا مندمجين مع بعض وما كانش فيه مشاكل لمدة طويلة الحكاية بتقول ان ملك الهكسوس بعت رسالة الى الملك المصري اللي كان اسمه سيقن رع بيطلبوا فيها في الرسالة دي انه لازم يلاقي حل في مشكلة تؤرق ملك الهكسوس المشكلة دي هي ان افراس النهر الموجودة في بحير الطيبة بتزعج بصوتها ملك الهكسوس ولابد ان المصريين يلاقوا حل يقتلوا افراس النهر دي في طيبة لانها بتزعج اهل الشمال اللي هم الهكسوس برغم ان المسافة بين طيبة عاصمة الجنوب او بصل العليا واواريس عاصمة الشمال كانت المسافة بين المدينتين حوالي 800 كيلو متر طبعا اعتبر الملك المصري سيقن راع ان الرسالة اللي بعتها ملك الهكسوس رسالة استفزازية وكمان مهينة وفكر سيقن راع ملك المصريين انه يحشد جيش قوي يتوجه به الى الهكسوس وبعد ان اعدى الجيش اتجأ الملك المصري بجيشه الى الشمال لملاقات الهكسوس وانتهت المعركة بهزيمة الجيش المصري وسقط الملك سيقن راع قتيلا في ارض المعركة واحنا شايفين دلوقتي سورة الملك المصري اللي قتل او مات شهيدا في ارض المعركة بعد ان ضرباه الهكسوس على راسه ببلطة او بفأس بعد ما تقتل الملك المصري سيقن الراع في ارض المعركة اشتعلت سورة المصريين ضد الهكسوس واصبح هدفهم ان يترد الهكسوس من مصر وان يتخلصوا منهم نهائيا واستكمل مصيرة الحرب ضد الهكسوس الملك المصري كامس او كاموزا وهو الملك ده ابن الملك اللي استشهد هو وقع في المعركة قتيلا سيقن الراع حاول ملك الهكسوس ان يعمل تحالف او يعقل تحالف مع ملك النوبي في كوش يعني راح ارض النوبة وحاول يعمل معاه اتفاق ضد الملك كامس ووعدهم ان هما هياخدوا جزء كبير من مصر لو ساعدوه انه يهزم الملك كامس وبعد فترة قصيره توفي الملك المصري كامس او كاموزا ولكن حكم من بعضه اخوه احمس الاول وهو الملك ده اللي اسس الاسرة التمنتاشر اللي تنتمي للدولة الحديثة صمم احمس الاول ان يطرد الهكسوس من مصر واسس الحاكم المصري او الملك المصري احمس جيش قوي عشان يقدر به يهزم الهما الهكسوس وطبعا في السنة الخمسة عشر يعني السنة الخمستاشر من حكم الملك المصري احمس الاول قام الملك المصري بحاملات عسكرية عديدة لاضعاف الهكسوس وهي اوصل الى عاصمتهم اواريس وبالفعل قدر احمس انه يدمر عاصمة الهكسوس المعروفة باسم اواريس الموجودة في شرق الدلتة او في الشرقية وهي الهكسوس ناحية الشرق عبر جزيرة سيناء وتتبعهم جيش احمس بقيادته الى شاروهين فين شاروهين ديت مدينة بتقع ما بين رفح وغز حاليا تم حصار بدينة شاروهين من قبل الجيش المصري حتى استسلم الهكسوس قام الملك احمس بتدمير حصن شاروهين يعني الحقيقة وقدر يخلص عليهم وبعد ما التتبعهم الى شاروهين قدر يدمر الحصن بتاعهم هناك وبقدر قدر الملك المصري احمس ان يطرد الهكسوس من مصر واعتبر وجودهم في مصر فترة احتلال اجنابي وهو الحقيقة فخر لمصر لانه حرر مصر تماما من الهكسوس وبعد هروب الهكسوس وهزيمتهم طويت صفحتهم تماما ولم نعد نسمع لهم ذكر في التاريخ المصري يعني ما بقاش في حاجة اسمها الهكسوس بعد ما حرر مصر منهم احمس الاول امن المصريين بعد ذلك حدودهم الشرقية والجنوبية امنوا حدودهم وتعلم المصريين درسا قاسيا من حكم الهكسوس تعلم الهكسوس درسا قاسيا من حكم الهكسوس لمصر ونحن نتعلم من ذلك ان مصر ليست بالدولة الضعيفة التي يمكن السيطرة عليها ولكن اي محتل اجنبي لابد من ضحره وهزيمته وستظل مصر حرة قوية رغم كل المحن ده اللي انا كنت عايز احكيه النهاردة اتمنى ان هو يكون نال اعجابكم وتشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش وتعملوا لايك لايك مهم جدا عشان نترفع الفيديو والكل يستفيد ويريد كمان تشيروا الفيديو ده علشان كل يستفيد شكرا لكم الى اللقاء في فيديوهات اخرى قادمة كان معاكم محمد مصطفا سلام عليكم